بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا بحضراتكم على قناة STC سالمون تردينج شانيلا مع كورس التحليل الفني للزوج يورو دولار على فريم الأربع ساعات عنوان حلقة اليوم تحليل عمليات التداول ليوم الاثنين الموافق 6-9-20-21 كنا قد نواهنا في الحلقة السابقة أن السوق يقفل يومي السبت والأحد على أن يعاود الفتح يوم الاثنين فتح السوق يوم الأحد الساعة 11 مساء بتوقيت مصر يوم 5-9-21 على شمعة بيعية ضعيفة لونها أحمر دبابية قريبة لشمعة جريفستون دوجي وكما قلنا أن الدوجي محير لكنها حيث أن لونها أحمر يوحي بأن الأسعار ستواصل الهبوط وخاصة أنها جاءت بعد نموذج ابنينج دوجي ستار نجمة دوجي المساء وهذا النموذج في حد ذاته عاكس للاتجاه من صاعد إلى هابط ومن بعد تكون هذا النموذج توقعنا أن الأسعار ستواصل الهبوط وهذا ما حدث بالفعل من خلال هذه الشمعة شمعت يوم الأحد 5-9-20-21 والتي فتحت 11 مساء وأغلقت يوم الأثنين الساعة 3 صباحا الموافق 6-9-20-21 هذه الشمعة كما قلنا فتحت 3 صباحا وستغلق 7 صباحا أيضا هذه شمعة بيعية دبابية حمراء كان يمكن للمتداول أن يدخل من خلالها صفقة بيع بعد شمعة الدوجي وخاصة أن الاتجاه العام هابط مما يشجع على دخول عمليات بيع وخاصة أن ذيل شمعة الدوجي كان طويل من أعلى أما شمعة يوم 6-29-21 التي فتحت الساعة 7 صباحا فإن الدخول فيها جيد جدا وخاصة أن الشمعة التي قبلها تعتبر شمع التأكيد للاتجاه الهابط حيث أنها أغلقت أسفل مستوى نموذج دوجي ابنينج ستار أو نموذج ابنينج دوجي ستار ويفضل عدم دخول صفقات بيع بعد هذه الشمعة والانتظار لمعرفة نوع وطبيعة وشكل الشمعة التي سوف تفتح بعد إغلاق هذه الشمعة أي الشمعة التي سوف تفتح الساعة 11 صباحا فعلا الشمعة التي فتحت الساعة 11 صباحا وانتهت الساعة 3 ظهرا كانت شمعة خضراء شرائية جاءت كتصحيح للاتجاه الهابط في صورة شمعة عاكسة للاتجاه من هابط إلى صاعد وهي شمعة المطرقة همر من بعدها ممكن أخذ صفقة شراء بس خلي بالي أن لو أخذتها هكون بتداول في عكس الاتجاه العام والتداول في عكس الاتجاه العام يكون فيه كثير من المخاطر ولو بصينا على الشمعة التي جاءت بعدها وفتحت الساعة 3 ظهرا وستغلق سبع مساء جاءت شمعة شرائية أيضا على شكل همر مطرقة مما يوحي بأن التصحيح ما زال مستمر وأنه لا زال هناك فرص لدخول شراء في عكس الاتجاه العام إلا أننا لا ننصح به حتى ولو كانت الفرصة قوية ثم جاءت شمعة الدوجي محيرة في نفس اليوم هنا أنت مش بتبقى عارف يا ترى هل عملية التصحيح سوف تستمر أم أن السعر سيواصل الهبوط إلى أسفل بعد شمعة الدوجي لذلك هنا أنا باستنى ولا أتداول لحد ما أعرف نهاية التصحيح ده هيكون لغاية فين بعد كده استمر التصحيح بظهور شمعة أخرى خضراء فيرانية شرائية بعد شمعة الدوجي وهي الشمعة التي فتحت 11 مساء وسوف تغلق 3 مساء ودي آخر شمعة من شموع هذا اليوم الاثنين الموافق 6-9-21-21 واضح أنه كان يوم سجال وتعادل ما بين البائعين والمشترين حيث أن عدد شموع البائعين الحمراء 3 شموع كل شمعة مدتها 4 ساعات يكون زمن التداول الكل والمكسب للبائعين 12 ساعة وبالمثل عدد الشموع الخضراء للمشترين 3 شموع في 4 ساعات لمدة 12 ساعة وعلى ذلك فإن المشترين قد قبلوا بلاء حسنا على الرغم من أن السوق مش بتاعهم نظرا لأن الاتجاه العام في هبوط وعلى الرغم من ذلك فقد نجحوا في كذب نصف جولات هذا اليوم إلى أن ألقاكم في اليوم التالي لا زالت المعركة محتدمة ومستمرة بين البائعين والمشترين لكم خالص تحيات مستر محمد السعيد السلموني ترجمة نانسي قنقر